حسيت النهاردة ومش النهاردة بس على مدار المباريات بتاعة الكونفردلية الزمالك يعني اكسب البطولة دي يعني بطولة سهلة الفرق مش عظيمة في البطولة الزمالك أو فيوتشر بصراحة مودي النفيوتشر برضو فرقة جيدة والنهاردة عملت مباراة مش جيدة بس زي الزمالك المهم الفوز النهاردة على سوبر سبورت الجنوب أفريقيا فلما تبقى البطولة بين الزمالك و فيوتشر ده طبيعي جدا يعني أنا عايز أقول إن الزمالك محظوظ إنه هو بلعب في الكنفدرالية يمكن جمهور الزمالك الموسم اللي فات ما كانش مبسوط إنه هو ما تأهلش دور الأبطال وده طبعا أكيد إخفاق ولكن لو بصينا لظروف الزمالك الموسم ده فإنه هو يخد الكنفدرالية أفضل للزمالك كثيرا منه كان يتحط في معترك دور الأبطال صح الوضع كان يبقى صعب جدا في دور الأبطال نحط نقطة على الحروف البطولة الكنفدرالية هي البطولة رقم 2 في أفريقيا كامتداد لأبطال الكؤوس هي البطولة رقم 2 عكس دور الأبطال هو امتداد لأبطال الدوري هي دي البطولات رقم 1 ويجي بعدها دور الأبطال وابطال الدوري دون رقم 1 يجي بعدهم الكنفدرالية اللي هي ورس أبطال الكاس ده طول التالي وعمرها ما كانت بطولة قليلة أو بطولة مثلا بطولة مهمة جدا ولكن هي رقم 2 حاجة يعني ما تزعالش حد بالضبط فالزمالك أما يشترك في البطولة دي وعلى فكرة أفضل نتائج الزمالك في السنين اللي فاتت في دوري أبطال أفريقيا 2016 و2020 كان جاي من موسم قبليها في الكونفدرالية 2016 كان وصل السيمي فاينال 2015 في الكونفدرالية اللي هو خرج من النجم السحلي بتفاصيل صغيرة جدا لو كان حصل العودة ساعتها كان ممكن نفوز بالبطولة 2019 كان بطل بطولة الكونفدرالية والصرها وصل للنهائي في 2020 الزمالك أما وصل في دوري الأبطال في 2016 و2020 للفاينال كان سبق لي أن نلعب موسم في الكونفدرالية أشبه به تعصر الزمالك في السنين الأخيرة في دوري الأبطال محتاج بطولة يرجع بيها الثقة الجمهور ويرجع للعبة تاني شخصيتها في أفريقيا علشان ترجع تاني قوي أنت قلت الزمالك وفيوتشار لا أنا أزود لفيه الأفريقي وفيه نهضة بوركان وفيه اتحاد العصم يعني هم الخمس فرق دول وعلى فكرة سوبر سبورت اللي لاعب فيوتشار فرقة كويسة جدا صح ولكن ما عندهاش الشراسة والحدة إنما الفرق العربية اللي أنت قلتهم الزمالك وفيوتشار والأفريقي ونهضة بوركان واتحاد العصم فرق عندها فكرة أنه هاي وتكسب البطولة إزاي يبقى الزمالك اسمه بالنسبة للأربعة الثانيين كبير وأكبر يمكن الأفريقي نادي كبير كمان بتونس بشعبته الكبيرة ولكن الزمالك تاريخيهم في أفريقي 11 لقب أفريقي يعني و13 لقب لو حطان الأفريقي سياوه معاهم فألقابه أكتر على فكرة حتى مش التاريخ والله الأسماء اللي في الزمالك حتى لو في بعض التحفظات على بعض اللاعبين بس الأسماء والكيمة التسوقية وكل الشيء هي أقوم لكل الفرقة اللي انت قلتها ممكن الأسماء ولكن الحالة اللي هي موجودة عليها الفرقة لا محتاجة يعني اللي شفنا النهاردة لا الزمالك محتاج يغير جزء مهم جدا في الفريق علشان خاطر اللي جاي ممكن جدا الزمالك يعدي دور المجموعات بالعناصر الموجودة ما اختلفناش على ده لو بصنا المجموعة اللي فيها نادي الزمالك لا الزمالك قادر على التقاول من المجموعة دي ولكن أما تروح بالأدوار الإقصائية وتلاقي نفسك بتلعب على تفاصيل صغيرة جدا ومتشاط كذا لا الزمالك محتاج وعنده فرصة أن دور المجموعات لسه ممتد اليناير تحتلب أربع جولات قبل يناير عندك جولتين بعد يناير الزمالك محتاج يغير شكل ما لو هو حريص على أن يحتفظ بفرص أعلى في البطول يعني الزمالك احنا قلنا من البداية كده هو المرشح الأبرز في البطولة مع أنديها أخرى مرشحة بقوة كمان ولكن لو زمالك عايز يحافظ على أن هو المرشح الأبرز والأقوى محتاج يعمل عمل في يناير يخليه هو فعلا عمليا بقى في أرض الملعب هو المرشح الأكثر حزوزا لأن حاليا باللي شفناه في مباراة بوسليم لا هو يعني الزمالك فيه حاجة كريم فيه أحيانا الفرقة يعني أنت مثلا بتكلمتي في الآله بتقولي مشكلة إهضار الفرص الزمالك لا بتدارش اتحدد المشكلة يعني ما بتدارش تقولي يا المشكلة إهضار فرص لأنه الزمالك ما عندوش مهاجم قوي قوي وفي نفس الوقت ما عندوش صناعة فرص كتير قوي لأنه عندوش عدد كبير من اللاعب الوسط المبدعين اللي بيخلقه هو وزيزه اللي عنده مصدر الخطورة والبقين يعني كويسين موجودين وما عندوش صلبة دفعية يعني ما عندوش الحاجة اللي تبني عليها وتقولي أنا مشكلتي دي بس لا لازمالك مثلا طول اللقاء تحس إنه صعب جدا يسجل وفي ناس الوقت سهل يستقبل يعني ومهانسة مسليم جاله قوتين مش عارف فيه بتاعه بقى ممكن يسجل بازمالك ما عندوش اللي يبني عليه وتقول ده ناقصه كذا لأ النواقص أكتر فحتى يعني الناس اللي بتبص التدعيم أو كذا لأ مش موضوع مثلا لاعب أو كذا لأ على الأقل العيب في كل خط على الأقل العيب في كل خط العيب في كل خط اللي شايف مش أقل من كده اللي شكرا للمشاهدة